السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دراسة كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة المسمى أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى وهو من علماء نجد من أعيان القرن الماضي وهو كتاب سهل مبسط في عقيدة المسلم عمله على هيئة السؤال وجواب وهذه الطريقة هي طريقة نبوية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أتدرون ما الغيبة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فطريقة السؤال والجواب طريقة نبوية وطريقة مشوقة وطريقة يعني محببة إلى الناس فهذا الكتاب عمله رحمه الله تعالى على هذه الطريقة وهو مبسط في عقيدة المسلم يحتوي على مئتين سؤال وجواب في العقيدة شاملة فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في المقدمة ونعلق على الأشياء التي تحتاج إلى تعليق فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدئ كتابي هذا بسم الله الرحمن الرحيم بركة بهذا الاسم واستعانة بالله عز وجل فعندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في قراءتك فأنت تستعين بالله عز وجل في هذه القراءة وتتبرك بسم الله تعالى وفي كتابتك كذلك وفي أي عمل تعمل تقول بسم الله أي بركة واستعانة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون له سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وسيدنا تقال في خارج الصلاة أما في الصلاة لا يجوز أن نقول أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله في التشهد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة عندما سأله الصحابي كعب بن عجرة كما في الصحيح البخاري ومسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولم يقل سيدنا فالأذكار التي في الصلاة لابد أن تقال كما جاءت أما في خارج الصلاة ممكن أن تقول سيدنا هو بلا شك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أرسله بالهدى يعني العلم النافع والحق هو العمل الصالح فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن تعلم العلم النافع وعمل العملا صالحا ثم بعد ذلك وصى غيره بهذا العلم النافع والعمل الصالح يعني دعا إليه واستمر عليه فهو السعيد المفلح الذي استسناه الله سبحانه وتعالى في سورة العصر من الخسران قال تعالى والعصر وأقسم بالعصر لأنه هو الدهر فهو حياة الإنسان إن الإنسان لا في خسر كل الإنسان خسران إلا صنف واحد بس الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني دعوا غيرهم وتواصوا بالصبر هذا منهج المسلم يتعلم ويعمل ويدعوا غيره ويصبر على هذا صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها أنت تقول اللهم صلي على محمد ما معنى اللهم صلي على محمد ذكر فيها أقوال قيل أنه الرحمة أنك تدعو بالرحمة للنبي صلى الله وسلم وقيل الرحمة ما قلونا بتعظيم وقيل وهو القول الراجح الثناء على عبده في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية في صحيح البخاري اللهم صلي على محمد يعني تطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى وما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة فرض بل لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي خارج الصلاة مستحبة وتتأكد استحبابها ليلة الجمعة ويوم الجمعة لقولها عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ومن الجفاء ومن سوء الأدب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك ولا تصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه حتى أن الحنفية أتبع مذهب أبي حنيفة رحمه الله قالوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الصلاة واجبة لهذا الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من هم الآل؟ الآل قيل أن الآل النبي هم أتباعه على دينه وبهذا قال الفقهاء الحنابل رحمه الله تعالى هم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه إلى يوم القيامة هم من آل النبي لذلك الحافظ حكمي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب في الكتاب الذي أكبر منه اسمه معارج القبول أيضا في العقيدة ذكر أبياتا ينتصر لهذا القول ونقلها عن بعضهم عن بعض العلماء فقال آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغ أبي لهبي لو قلنا أن آل النبي هم قرابته فقط لا كان يدخل فيهم أبو لهب وأبو لهب معروف من الكفر بمكان ومن أشد أعداء الإسلام نزلت فيه سورة المسد هو زوجته فهذا القول إذن هو قول مرجوح أن آل النبي هم القرابة الراجح ما قاله الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه كما في صحيح مسلم قال آل النبي هم من تحرم عليهم الصدقة من قرابته من تحرم عليهم الصدقة من قرابته وإلى هذا القول ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى ورجحه وقال هم المؤمنون من قرابته ممن تحرم عليهم الصدقة وقال هم أربعة بطون بن عقيل وبن علي وبن جعفر وبن العباس هم أربعة بطون والخروج من هذا الإشكال أن نقول هم المؤمنون من قرابته فآل النبي هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الصحب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لمرة وحدة في العمر مسلما ومات على ذلك من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ومات على الإسلام اسمه صحابي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعلى التابعين لهم بإحسان التابعي هو من التقى بالصحابي مسلم ومات على الإسلام يبقى الصحابي من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وكان مسلما ومات على الإسلام والتابعيه من التقى بالصحابي مسلما ومات على الإسلام الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون أما بعد هذا أسلوب يأتي في المخاطبات والكتابات لينتقل به من كلام إلى كلام قال فهذا مختصر جليل نافع المختصر هو ما قل نفعه ما قل كلامه وكثر نفعه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ما لم يطل فيمل هذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع وهذا من الشيخ رحمه الله ليس تزكية لنفسه فنحن نظم في العلماء خيرا أنهم لا يقولون هذا الكلام ليزكون به أنفسهم وأعمالهم لا بل يقول هذا لكي يشد على يدك أن تأخذ بهذا الكلام وتعتني به يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء المحجة أي الطريق ومنهج الحق المستبين شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله وهذه مسألة مهمة لا بد أن يتعلمها كل مسلم هناك أمر اسم أصل الإيمان أو أصول الإيمان يعني لا يصح إيمان المسلم إلا بها وهي أركان الإيمان الستة ده أصل كل حاجة لها أصل ولها فروع أصل الإيمان دي لازم تكون موجودة عند كل مؤمن وفي حاجة اسمها فروع الإيمان فروع الإيمان اللي هي شعب الإيمان التي تنقص من قدر الإيمان ولكن لا تنافيه بالكلية فالشيخ رحمه الله ذكر أشياء التي تزيل أصل الإيمان وهي أسباب الردة ولا عياذ بالله المسلم الذي يرتكب سبب من أسباب الردة ينتفي عنه الإيمان بالكلية يخرج برا الإيمان يعني يخرج برا الإسلام وهي الكفر ولا عياذ بالله أما الذي ينافي كمال الإيمان يعني إيمانه ينقص بأن يترك شعب شعبة من شعب الإيمان أو يأتي معصية من المعاصي فالذي يفعل المعاصي إيمانه ينقص طب كيف يزداد؟ يزداد بالطاعة كما سنعلم بإذن الله قال وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها واقتصرت فيه على مذهب السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداء إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة كابن تيمية وابن القيم تصدوا لأهل البدع والأهواء لكي يحافظوا على هذا الدين من التحريف ومن الزيغ والضلال وصنفوا في ردها وأبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده نعم صحيح نحن لو تعلمنا وعرفنا العقيدة التي انحرفت عن الحق وضلت عن الطريق ستعرف صفاء هذه العقيدة التي أتت من الكتاب والسنة ولكن ليس من الحكمة أن يبدأ المسلم يتعلم عقيدة المخالف لكي يرد عليها أنت الأول تعلم عقيدتك التي أنت أمرت بها لكي تعبد الله على بصيرة وتصحح بها إيمانك لكي تصحح بها عبادتك ثم بعد ذلك تعلم عقيدة المخالف قال فإذا طلعت الشمس لم يفتقل النهار إلى استدلال وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه كما قلنا هي طريقة نبوية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحث أصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أتدرون ما الغيبة ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة أعلام من العالم يعني العالم الذي يرفرف يكون واضح للناس كلها أعلام السنة السنة هنا ليس معناها المقابل للفرض عندنا فرض وعندنا السنة اللي هي النفل لا هنا السنة معناها الاعتقاد لأن عندما ظهرت الفرق التي ضلت عن الطريق في العقيدة كان لزاما على أهل العلم أن يصنفوا مصنفات لكي يبينوا للناس الحق فسموا هذه المصنفات وهي في أصول الدين في أصول الاعتقاد سموها السنة زي الإمام محمد بن حنبل ألف أصول السنة كتاب اسم أصول السنة وهو في العقيدة الحميدي ألف أصول السنة الإمام الموزني ألف شرح السنة البربهاري شرح السنة فالسنة معناها الاعتقاد الصحيح الذي هو ينبني على الكتاب والسنة فهنا يريد أن يقول نفس الكلام أعلام السنة يعني العقيدة الصحيحة الواضحة المنشورة يعني مفثوثة ومنتشرة لابد أن يعرفها كل المسلمون لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة من هي الطائفة الناجية المنصورة هل أي أحد يستطيع أن يؤلف جماعة أو فرقة ويقول أنها طائفة ناجية المنصورة؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع فقال ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا وحدة سأله الصحابي ورأو الحديث وهو عبد الله بن عمر بن العاص من هي يا رسول الله؟ قال ما كان عليه أنا وأصحابي أو ما كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الضابط لهذه الطائفة المنصورة ما كان على مثل ما كان عليه النبي والصحابة هي هذه الطائفة الناجية المنصورة التي نريد أن نعرف كيف كانوا يعتقدون والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى وينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير وإليه المرجع والمصير وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير نكتفي بهذا القدر إلى أمن اللقاء بكم في حلقة جديدة مع هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي يتضيع ودائعه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر